أول حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا تسجل في الجزائر بعد تسلل متحاور أوميكرون إلى البلاد وضعية وبائية مقلقة تستوجب تحلي بالحيطة والحذر لكنها لا تقلق المختصين رغم توقعها مرتفاع الحصيلة عدد حالات هادوما ما يخوفوناش اختار كنات سنوفيه وما زال حالات تطلع حتى الخمسة ألف حالة يوميا هادوك ما يخوفوناش وش يخوفون حالات ترامف الإنعاش والحالات ترامف الارهمية توفى وربا يرحمون سعليهم هادو وش يخوفون نحن البلزاف لازم تعرفوا عنا زوج موجات في نفس الوقت الموجة الدلتا الموجة الثالثة ستكمل دير الموجة التحاسم تعود دير دوبلي كوب إكسبونانسيال والموجة الثانية ستتبع الموجة الدلتا هو الموجة الأوميكرون نلاحظو دوكار نلاحقنا أكثر من الأوميكرون من الدلتا ولكن الدلتا هو اللي يخوفنا بزاف خبراء الصحة يتوقعون أن يسيطر متحور أوميكرون على المشهد الوباي في البلاد منتصف شهر فبري القدم وهو ما من شانه أن يكسب الجزائر المناعة الجماعية الطبيعية نحن نلاحظو بالأوميكرون هادا عنده العدوى تاعه خمسين خطرة أكثر من الدلتا هادا هو الشي يرجع نقوله بل إن شاء الله من الدبو فيبري السمانة أولا في سمانتين من الشهر الفيفري إن شاء الله السمانة سبعة ولا خمسطاش فيبري إن شاء الله أوميكرون يتغلب وهو اللي حيدان المناعة الجماعية الطبيعية ونزيده مع المناعة للتعلقات نلاحقه سبعين بالمئة بكل سهولة إن شاء الله حتى وننتشر متغير أوميكرون بشكل سريع إلا أن سلالة الدلتا تبقى تشكل خطرا جسيما بعد تشبع المستشفيات بهذه الحالات أوميكرون مليح واحد يتعدم به ولكن حالة المشكلة تعناس أن الدلتا اللي راه مزالة موجودة في بلادنا هو المزالة اللي يقدر يدرنا كارثة في المستشفيات سبعين بالمئة من المستشفيات المعمرية في الجزائر هكذا إذن يواصل كوفيد-19 تفشيه في البلاد وتتواصل المخاوف من بلوغ موجة قاسية يصعب التحكم فيها